هاي بيوان اليوم اجتلككم فيديو جديد من نعبة PKXZ واليوم قايز احساب لكم عن تحديث الكاف المسحور الكابنة ممكن تالي فاليوم قايز احساب لكم عن اسراره وهل فيه جزء ثاني وثالث؟ هل فيه جزء ثالث؟ فاليوم رح احساب لكم عن كل هالاشياء فيعني هذا اليوم فيه تسريبات واسرار قوية عن هذا التحديث شعرت هذا الفيديو للنهاية قايز وهماتزل الفيديو لأصدقائكم وتعالوا خلونا بعد انبدأ بهذا الفيديو اوكي طبعا اليوم ستايل طبيعي اوكي فاليوم قايز احساب لكم عن اشياء غريبة صارت بهذا التحديث ومكان الاي اي اي فتعالوا خلونا بعد انبلش اول سر يا جماع راح يكون هو عن الادمن لان الان من قايز واضح بهذا التحديث هو يعني شون انقول متوتر من فتشي او خايف او شي مثل هذا فلو تفتحون قايز هذي العنامة فارح يقول لكم شون اقصده مرحبا في عالم pkxd ويقال لك انه عندنا هواي اشياء من بيوت وسوالف من هالاشياء وشعاروها وكذا ولكن يقول هل انت جدتك فرصة وشفت اخويه اللي هو نيمدا لانه المفروض انه جاي انه يرحب وياي ويساعدني يعني في انه يرحب على اللعبين وتجدوا هالاشياء في pkxd ويقول لها انت شفت اخويه نيمدا فالصراحة قايز انا ما شفته بس شفته مكان واحد فقط اوكي هالمرة هو طبعا انتم ملاحظين بعيد ميلاد اللعبة همات هو كان موجود ويا الادمن تذكرون فكان ويا الادمن الموجودين يمنطاوله هنانه واثنيناتهم موجودة هالمرة فقط الادمن ومبين متوتر همات قايز النيمدا ما موجود زين وين النيمدا تعالوا قلكم قايز او صراحة مكانه سهل تمام سو يا اادمن ترى انا اعرف مكانه تعال اوكي خلونا اراويكم وين النيمدا والنيمدا شي يقول لان همات يؤدى كلام معين سو تعالوا خلونا نروح للكهف حتى نشوف بما ان التحديث الكهف المسحور فاكيد سيكون اكو اسرات داخل هذا التحديث فتعالوا خلونا نشوف او هو داخل اسرات داخل هذا الكهف اوكي فالنسبة تشوفون هذا هو النيمدا يا جماعة هو عدة هاي الحركة جديدة هالحركة ما موجودة قبل في pkxd سوف ينزلوها همات دايبو على شي هذا الوجه جديد يا جماعة هذا الوجه يا جماعة جديد اوكي فالحظة لحظة 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 قبل ان اقرأ الكاتبة فدا لاحظ انه فيه خبش هي الشي موجودة على الارض هذا شنو غايز هذا شي غريب طبعا من بين خربشة وحش او مثلا حيوان مفترس شي مثل هذا ولو نفتح كلام النيمدا فشوف اوش راح يقول يقول قايز انه ابد ما شاف مثل هيتش علامات من قبل فيقول انه اللي هو الخفافيش يقول انه ما سوي هيتش اشياء من الفوضة اوكي ويقول همات منه ممكن يسوي هيتش ويقول همات هنا ويقول همات منه التال منه اللي سوي هذي الخربشة وهمات يقول انه احس انه في احد يراقبني واحتمال انه هذا اللي دا يراقب هو اللي سوي هذا الشي زين منه اللي دا يراقب وانه اقول الافضل انه ابقى متنبه فمن الشخص اللي قاعد يقول انه انه يراقب ومن هذا اللي يراقب اللي يسوي هذا الشي نشوف هذا كلام من العالم نشوف قايز شي قول اقول قايز انه هذا الشي يعني فعلا اللغس لانه نقول ما عمنا اي حيوان في بكيكزي ممكن يسوي هيتش فهم دا يلمحون لانه في حيوان جديد رح ينزل يكون مفترس وكذا ويسوي هيتش خربشات فتعالا نشوف همات ويقول احنا اصلا ما شايفين هيتش من قبل اوكي ثايب يعني هسه من اللي يراقب ومنه ممكن يسوي عندي توقعات طبعا اكيد احنا متأكدين انه اللي دا يراقب حاليا هو الدجاج سوفيه دجاجة اصلا دا تراقب لاحظوا حرفين موجودة هناك تشوفوها هاي هاي جماعة عندها كاميرا ودا تراقب لاحظوا الحركات سيقعد تباوع لفوق بعدين رح تباوع بالكاميرا شفتوه؟ وكأنه هي عودة خطيرة وكذا فها بصراحة انا حزت الحركة كيوت ولكن هذه الدجاجة هي قاعدة تراقب ولكن اني بدأ يقول اللي راقب احتمال هو سوى هذا الشي فدجاجة هي تسوي؟ ما اقول احنا زون دجاجة مفترسة؟ ما اعرف بصراحة كيف ممكن راح تكون ولكن اتوقع السالفة كلها ما هو بها من غليتش وفليكر فشكلهم راح يصنعون حيوانات مفترسة وخطيرة حتى الدمر بي كيكزي وتقضي على اللاعبين والادمينز شو رايكم؟ شو توقعون قايز؟ معقولي قايز هذه الدجاجة هو بعضها غليتش وفليكر حتى تراقب اللاعبين وانما هي اصل محيوان طبيعي وانما شو كاميرا مصنوعة حتى اللاعبين ما يشكون فيها تمام؟ طبعا قايز هذه الدجاجة موجودة تراقب فقط من نارة ترهي مو برية قايز ستتراقب في كل مكان سوتيكم فيديو وراويتكم كثير صور واماكن فيها دجاجة وتراقب سوروحوا وشوفوا الفيديو راح يكون ثابت اول تعليق فلازم تلاحقون عليه وتشوفون قايز الاشياء الغريبة اللي صارت تمام؟ فحاليا اكتشفت فقط دجاجة واحدة تراقب اللي هي ذي تششفناها فهل اكتشفتم مكانات فيها دجاجة همات؟ تراقب او شي مثل هذا؟ كتبوا التعليقات اوكي فهيسا شاني اريد اقل لكم راح يقلكم هسا على الاسرار الثانية فيه اسرار غريبة بهذا التحديث فشوفوا قايز لما تجون عند هذا المكتبة وهي المكتبة يعني هي موجودة في الاثاف وجيتوا عليها راح تشوفون هذا الزر لعناها ضغطوا راح تحصون فتشي واذا ضغطوا فرح تحصون على الكتاب لاحظوا حصلت كتاب الله لونه حلو فهذا الشي قايز جديد هذه الميزة ما موجودة بأي اشياء ممكن يعني مكتبة ونحصن منها كتاب ماكو اثاث في بيكايكز نقدر نستخدم من عنده كتاب فهذا الشي جديد فهل راح ينزول هيتش ميزات في المستقبل نقدر نستخدم كتاب من الاثاث تبعنا نشوف هما تلاحظت انه فيه كتب هنا واضع هذا من كتاب هالوين يا جماعا هذا كأنه كتاب هالوين اكد من الكتب اللي عندي هل هذا كتاب هالوين ايو الله يا جماعا هذا كتاب هالوين ولو فتحتوه فرح تجلسوا بهذا الطريقة فيه او ماي جود بيكايكزي حاطتنا تسريبات الهالوين هذا كتاب هالوين يا جماعا او ماي جود طبعا يا جماعا هما تهوتكم فيديو موعد تحديث الهالوين فيديو كامل عن الموضوع سوف أفضلكم عن التفاصيل كلها فروحوا شوف الفيديو هما تحكون مثبت بأول تعليق فهذا يا جماعا كتاب هالوين هذا التسريب للتحديث الهالوين اوكي؟ طيب وبعد شرعتنا من السرار الثانية خدونا أرواكم أشياء مختلفة الشي اللي بعد يا جماعا انه في يم اي اي تفاحة فهل التفاحة هذي فيها سر او جز شي طبيعي؟ هل تتوقعون ان ممكن مكانها معناه فيه سر؟ هل ممكن هذي التفاحة تتغير للشي ثاني؟ فصراحة ما متأكده الشي الممكن تكون واحتمال تكون مجرد تفاحة عادية احنا ما متأكدين اوكي فتوقعتكم عن الموضوع فاشوفولي قايز هذي الصبورة بيكايكزي قبل ما منزل اي شي خصت صبورة بهذا الشكل ابدا فهل هذي الصبورة فيها لغز؟ هل فيها رسمة احنا ما ملاحظين انه فيها لغز بالاصل او ارقام الها فت معنا؟ هل ممكن اكون فيه فتش مثل هيتش؟ تشتتوقعوني جماعة لحظة فيه مكان كذا لحظة اوكي لا حاليا اشوف انه كل شي طبيعي نشوف من هنا فيه طباشير ممكن فيه اي مكان فيه الرسمات ما فيه اي شي جماعة لكن هل فيها السر بعدين رح يصير بالمستقبل؟ شوفوا اوكي فهيب الصراحة هذا الشي غريب هل ستعالوا نسالف عن الشي اللي بعده كنا لاحظنا انه لما نزل هذا التحديث تشت اكو باس او سيارة يعني في مدينة البيوت ولحد الان ما نزلت هايا هذا شكلها نادر لانه ما فيه سيارة في بيكاي يجزي بهذا الشكل يعني كذا كراسي واشياء مثل هذه واشياء سباحة هم مات موجود ولاحظوا ان فيه اشياء ثاني هنا شوفوا التفاصيل تفاصيل يا اصدقائي كأنه سيارة يعني تصميم حقيقي مو تصميم بيكاي لو نضغط عليها فراح نحصل على شعر بنات لاحظوا هذا الشعر بنات بالاصل من تحديث عيد ميلاد اللعبة هو طبعا حتى تفهموه غزل البنات ولكن انتو شي سموا في بلدكم هل غزل البنات او شعر بنات او شي ساني اصلا كتبوه بالتعليقات ولكن لاحظت شي غريبه هذي السيارة طبعا اول شي انه لما نزل تحديث كنت اخذ بلالين هل سنشو قاعد اخذ بس غزل البنات اوكي همزل هذي شي طبيعي شوف هذي البنت اخذتها خوش يعني هم يطيكم غزل البنات وهم مات بلالين طبعا هذي اكيد احتنزل في الجزء الثاني انا قلت لكم من اول ما نزل التحديث ولكن شنو سرها وطبعا هما سوا بتحديث الملابس او الحفلات التنكرية هما كانوا حاطين مثل هاي العربة موجودة بنفس المكان في الجزء الاول ولكن بالجزء الثاني نزلوها فيعني هذي تأكدنا انه فيه جزء ثاني لهذا التحديث وللمعلومة انه متى يخلص تحديث هذا رح يخلص اتخيل ليش وقت هيتخلص يوم عشرة من شهر عشرة هذا اليوم قلت لكم عنا جايز تذكرون من قلت لكم يا فيديو تبع الهالوين قلت لكم من احتمال هذا التحديث يخلصوا بهذا اليوم وينزل تحديث الهالوين فايابي اصدقائي هي هاي كل الاخبار حاليا فانشوارتكم استمتعتوا يا اجماع احطوا لك هاتكم انشكوا في القناة افعل درس لزو هذا الفيديو الاصدقائكم حتى هم ما تتوقعون ويانا و لا تنسوا انشاركم بهذا الشغلة شو يسمون غز البنات في دولكم و بس باي باي